السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلاب العزة. مرحبا بالأطباء الكرام. معكم الدكتور وضاح الحاج. أستاذ بيردونتولوجي عند وراء الميديسين. طب الفم وامراض وجراحة اللفة. في محاضرة اليوم سنتحدث عن كيفية السيطرة على الديندر بلاك. ايش اللي بتساعدنا على في احنا قلنا في الجزء هذا الجزء الثاني من البريدونتولوجي. اه كله بيكون حكاية يعني من اول شيء من اول طبعا المحاضرة الاولى تكلمنا على الايش اللي هي كل الانستخدمها في التريتمينت او حتى في اه بدءا من من لحد الباور لحد السيرجكال تكلمنا عنهم بالتفصيل. المحاضرة هذه بمحاضرة مهمة جدا لانه زي ما قلنا احنا طبعا بنقسمها للجزئين. الجزء الاول بنتكلم على احنا احنا عارفين انه السبب الرئيسي والمين كوز والمين اتيروجيك فاكتور في اللي هو عشان كده اساسي في علاج اي شيء في علاج اي مرة دائما انك عشان تشتد سيطر على المشكلة سيطر على السبب. ما ينفعش تعالق مريضة السكري من غير متعمل كنترول للشوغر انتيك. ما ينفعش تعالق مريضة الضغط من غير متعالق اسباب الضغط. سواء كانت كاردوفاسكولا سواء كانت سترس سواء كانت اه ملحزة اه ملحزة اه تعاطر ملحزة اه اين كان. فلازم دائما نعمل اه اه كنترول اليتروجيك فاكتورز وفي المين اتروجيك فاكتور هو طبعا الدينتال بلاك. فمحاضرتنا اليوم ان شاء الله بتكون عليه. طيب ما هو التعريف الدينتال بلاك كنترول. اه اه اتز ريموفال اوف مايكروبيا البلاك ان اتز بريفينشان تو اكيومولايت اون تيث ان جنجمال مارجين. يعني عندي مهمتين. المهمة الاول ان انا الشي اللي موجود عندي الان فقصة على الاسنان الاسنان. وكيف برضو اعمل امنع انه يتجمع معهم جديد. انا مش ضروري ان اخليه يتجمع وارجع عشيلو ويتجمع وارجع عشيلو. لا. انا نفض من البداية ما سمحلوش يتكون اصلا من الاول. انا كل ما خليته يتكون فيه مشكلة. لكن لا خليه ما يتكونش اكثر من البداية. امنع اللصوص والبقريمين انهم يدخلوا منطقتك من البداية. مش تنتظر لما يدخلوا منطقتك مع ان تقوم تقاتلهم وتعمل مشاكل وتكون فيه اضرار. اذا برضو احاول امنعه من انه يتكون لي من البداية. وطبعا لما امنع اتكون الدينتل بلاك فطبيعي انها طبيعي بيمنع تكون الدينتل كالكولاس بعد مباشرة. طيب. كباش نيل للرشنل يعني ايش الفكرة ايش المبرر المنطقي لهذا الكلام. زي ما قالت زي ما قالت لكم الكلام ان اتقلنت لعقب شوية. زي ما احنا عارفين انه الدينتل بلاك انه هو يعتبر الميل اتروجيك فاكتور للبرونتل دي سيزز. اه عندما البلاك يتكون باستمرار على سطح اسنان فانه البريدونتل دي سيزز برضو ممكن تعود لك في اي لحظة. طالما انك متقدم مش مش تشيش البلاك. وعليه زي ما قالنا لازم نمشي على دينتل بلاك كنترول ثابت منتظم فعال. وهذا يعتبر جزء اساسي من اساسيات علاج اللثة. ما ينفعش تعمل قراحة ولا تعمل اي شي طالما وانت مش عامل بلاك كنترول كويس. طيب ما هي هذي تتضمن كل العمليات التي تحافظ على الفم كل الاشياء اللي بعملها انا مبدأ من الفورشال الانتردينتل فلوس الاشياء دي كلها. كل اللي ما اتكلم عليها. هذي كلها طبعا هي تتضمن تتسمى تحت وتحافظي على الفم نظيف وهيلثي. اه طبعا مهم جدا عشان نمنع الكيريز مش اللي بس احنا ما متكلمش برضه وقعال بس. اه الاورال هيجين السيء يعدين انه يحصل الكيريز يحصل جينجيفايتس يحصل برودونتايتس وكمان يحصل هالاتوزز. كثير من المرضى يقول عندنا العيادة يشتقوا من حكاية الهالاتوزز يا دكتور انا عندي رايحة سيئة. يا دكتور تيجي تفحص تلاقي كيريز تلاقي بوكتز تلاقي تانغ عامل المشاكل. في 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 vi يعني آآ السيطرة عليها كلها تحلك كل المشاكل هذه. زي ما احنا شايفين نقاط كيريز آآ جينجيبايتس في الصورة اللي تحت بريدونتايتس في الصورة التحت شمال بريدونتايتس في الصورة التحت يمين. حتى شوف الصورة اللي فوق يمين. يعني الزهرة الزهرة من رايحة فم الأخ اللي هنا رايحة في داهية. فآآآ فعلا احيانا تكون رايحة الهاليتوسس فعلا تكون يعني فعلا حاجة بشئة وآآ والمشكلة برضو هي المريض نفسه هو من نفسه احيانا يكون يعني آآ يحاول اشي يتخلص منها بس مش عارف فأنت دور انك تساعده من الكلام هذا يمكن مش فاهم السبب ان تتوصل لاشي السبب وتعارقه. طيب احنا معانا ميكانيكا البلاك كنترول ومعانا كيميكا البلاك كنترول. آآ الميكانيكا الحاجات اليدوية اللي نعملها بالأدوات اليدوية اللي نستخدمها بيدنا. ففي ناس كانوا يظنوا ويفتكروا انه مثلا كيميكا البلاك كنترول زي الموت ووش هو خلاص كافي ما يعني محدش يحتاج غير كده. يعني مقرد اعمل مضمضة وانتهى الموضوع هذا كلام فاضي كلام مش صحيح خالص. دائما الميكانيكا البلاك كنترول هي تعتبر حقل الاساس. هي الطريقة الاساس ما مش حقل اسمها بكيميكا من غير ميكانيكا. ممكن ميكانيكا من غير كيميكا. لكن يعني احنا الكيميكا يحسن امور. لكن ما ينفعش انه عمل كيميكا من غير الميكانيكا. الميكانيكا هو الاساس زي احنا شايفين ممكن تكون الفرشاه. الانتردينت الفلوس والانتردينت البلاشز. اذا الميكانيكا لك اه كنترول هو الاساس قبل الكيميكا. طيب ايش اهمية انه نعمل جود اورال هياجين كويس والكلام اللي قدنا كله. في عندنا القاعدة الشهيرة اللي تقول ايش ان وبالعربي ما كل احنا عارفينها الوقاية خير من العلاق. يعني لما انت فرق الصور الاليمي هنا شايفين حقر واحد اقراء ووقاية واحد يتفوق على اربعة او خمسة اقراءات ليش للعلاج. انت لو من البداية عملت اقراءة واحد كويس وحافظت ما بتوصلش اصلا انك تحتاج العلاق. لكن بعدين ممكن تدخل من العلاق من البداية من منوال. بعدين تدخلك على حاجة سيرجيكال على اذا انت عددت الطرق وشغلة وتعب ووقت اكثر وخسائر اكثر. شوفوا حتى الصور اللي تحت احنا ايش نقول هنا. شايفين في البداية تصوص بسيط. اه فلوس قليلة تعب قليل نسبة نقاح اعلى. شوفوا بعدين ممكن تصل لكلاس تو خلاص الفلوس اكثر. اه وقت اكثر. فلو اه تعب اكثر. نسبة نقاح اقل. الموضوع دخل بعدين ما في في البلب ودخل في البردون شي اه خلاص يعني الان احنا داخلين على حكاية اندو ممكن نحتاج طيب واهملنا كمان ودخلنا بعدين في شغلة ثانية خلعنا السن عملنا عملنا فلوس كثير وقت كثير تعب كثير وكمان نسبة نقاح اقل. اذا دائما الاهمال يكلف اكثر. فعلشان كده زي ما قلتكم من البداية الوقاية خيرون من العلاق. اه نعمل من بداية وقاية بنحافظ على اسنانها بنحافظ عليها من التصوصات من الالة ما يكونش في تاعة اه يعني تكلف كبيرة تكون نجاح اكبر بكثير. طبعا اه برضو احنا ما يكونش بس في البداية اول ما نشتغل لا بعدين بعد ما نعمل علاق بندخله في مرحات الفلو اب مرحات المنتنانس برضو عشان نعمل انه يحصل لريفنشن نعمل بريفنشن لحكاية الريلابس. طيب ايش ايش الطرق اول الخطوات اللي بمشي فيها عشان نحافظ على الهيجين كويس عشان نعمل بلاك كونترول كويس. طبعا في البداية عندنا حاجة نسميها الموتيفيشن والاديوكيشن والاستراكشنز. هل دائما نعلمها طلابنا نقول لها انها عنصر مهم جدا بلاك كونترول. عنصر مهم جدا في العلاج وما نتكلم عليها الان. وبعدين معانا كمان الميكانيكا بلاك كونترول اللي شاملت تيث براشنج. اقل ما حاجة مرتين يوميا. الفلوسنج الادر انتر دينتل ايدز بتتكلم عليهم كلهم. وفي معانا كمان الكيميكا البلاك كونترول بتتكلم عليها ان شاء الله محاضرة الثانية مع البروبردايت والريجولار تشيك اب. طيب ايش يا دكتور الفارق ما بين الموتيفيشن والانستراكشن والاديوكيشن. في اناس كثيرة يخبطوا بينهم. الموتيفيشن هذي معناها ايش? معناها انه كيف تحفز المريض? تحفيز المريض حث المريض. طيب يا دكتور كيف? يعني كيف اشجع المريض انه يلتزم بالأورالهيجيم ميجرس? اما بال يعني ايش? يعني بالترغيب او الترهيب. يعني انا الان ممكن مبدئيا احاول اننا المريض هذي اقنعه بالحسنة يعني. يعني انت لو نظفت اسنانك يعني بتكون الامر بتحسان اسنانك بيبيضوا بتروح الدم بتروح الرايحة بيحم فمك بتحفظ على اسنانك لفترة طويلة جدا. بعدين هذي هذي باللين في البداية. بعدين انت بدأت اا عيونك يحمروا يطلعوا لخالك يطلعوا يركب لك القرنين على طول وقلب وجهك الثاني وعلى طول اللي قهت المريض. لكن اذا ما نظفتش وما اهتمتش وما بطلش القات وما لتزمش بكلامي. انا ماليش علاقة دم بيوقف ما بيطلع بيطلع ما بيوقفش رائحة زي وزدف بتطلع اسنانك بيتحرك وممكن ان انطلع عن عمرك الثلاثين سنة في 45 سنة بعد معاكش اسنان. فزي ما قلنا ترهيب وترغيب كيف تحفظ المريض يتقنع بكلامك كيف تخلو يلتزم بالتعليمات هذي. اوكي? فاااااا لازم نفهمه طبعا في الموتيفشان عشان يفهم الشغلة. ايش هو البروندل دي سيز. ايش تأثيراته زي ما قلنا. لثك بتنزل. بسناك بتساقطه. انت ايش المفروط تعمل بالضبط. اذا هذي قلتك موديفكيشن. نحن في الموديفكيشن نندخل برضو معلومات. او منو هذي رجوز الخاص للإدوكيشن. لكن في الموديفكيشن نفسه ممكن ندخل معلومات عشان برضو يفهم. ما ما بتخوفه شو من حاجة ما عرفهاش. يعني انت قل له لا لازم تنظف. اذا ما نظفش بتروح في داهية. ما فيش كلام هذا. قل له لو لم نظفش بيحصل لك كذا. اثناك بتتحرك. اثناك بتسقط وغيرها. اوكي. هنا لازم المريض تعطيه معلومات عن ايش عن كيف ايش علامات هذا الالتهاب. ايش علاقة البلاك والكالكولوس هذا اللي قلنا عليه بالالتهاب والبليدينج. لازم يفهم. يعني الان انت لقيت ما تكيش تقول له اه طبقة البلاك. طب ايش طبقة البلاك اصلا. طبقة البلاك هذي بكتلة كصافية من البكتيريا. انت الان شايف هذا. هذا مش بقايا اكل من الناس. هذا بقي الاكل تدخل داخله ويكون طبقة البلاك مع بكتيريا. هذه الكارثة. هذه المصيبة. انت لما تشيله. تشيل العداء من فمك. تشيل الناس اللي عمروا في مشاكل. طيب يا دكتور كيف اعرف انه عندي الالتهاب. ايوة انت اول شيء علامة الالتهاب. بتشوف في حمرار. وبعدم بتشوف في دم. وبعدم بتسلس. اذا انت فاهم وخلو يفهم. عشان برضو مرة ثانية ان له او لغيره. يكون عارف. يعني انت تقول له خلاص انت انت متابع خلاص روح حلاك عادي ما ترجعش العيادة. لكن لو وقيت لعندي. ركز على حسيت بوادر التهاب. بوادر التورم. بوادر الدم. ايا كانت فلازم ترجع. اذا هذا كيف تثقفه وتعرفه ايش هو بالضبط المرض. وايش عارضه. طيب اخر شيء اللي هو اللي هو عبارة عن ايش? عبارة اه التعليمات اللي بتجيبها انت للمريض بعدين. كيف تعمل له تعليمات? بعد ما تخلص الشوء وغيره. خلاص انت الان لازم تنظف سنانك. خلاص وتروحه. تنظف سنانك ولا مع السلامة? لا مش مع السلامة. علمو كيف ينظف صح. امسك له الفرشاة على كاس قدامك ولا على موديل. وريك يفرش صح. وريك تخدام الخيط الصحيح. اشتخدام الانتردينتر بلاشة الصحيح. علمو كيف يعمل تريتمينت بروفينشن. اذا هذه الخطوات برضو لازم تعلمه كيف يستخدم حتى المواصل اي ان كان. هنا لازم تعملون. اه وقف فرقات وقف. كل التعليمات اللي انت لا تشتقو لها للمريض. لا تعلم بل اه لازم تقيبها قبل ما يطلع. لانه زي ما قالتكم هو في الاخير انسان مش محترف مش شغلته. في ناس كثير يلقعوا لي بعد سنة وكم. اه دكتور انا فرش يوميا. تقي تشوف الطريقة التفريش حقه. ما حدش علمو الطريقة الصحيحة. طيب التوث براشنج. وهذي تعتبر حقر الاساس الاول. هو المفروض انك ما فيش شخص في العالم ما ينرضيش عصنا انا. التوث براش هي البيسيك والموست افكتيف مين اف ميكينيكال بلاك كنترول. لما تستخدم بشكل صحيح فهي تشيل البلاك. تركزوا البلاك بسة. ما ناجح لقب الكالكولاس. فرشي من العالم تشيل الكالكولاس. هل يا دكتور تشيله من كل مكان? هل تشيله من كل المناطق? في في تشيل اوكي من كل مكان بس فين? اللي هو فاشيال باكال لينجوال بلاتل حتى اوكلوزل. لكن في الانتر البوكزيما اللي داخل داخل بايو الاسنان بتقدر تشيله. عشان كده لازم بنرجع لحاجة بعد بكلمها بنتكلم عليها بعد شوية. اللي هي الانتر دينتل ايدز. العوامل اللي هي ادوات التنظيف ما بين الاسنان. طبعا معانا منه نوعين. في معانا المانوال توث براش واللي كل اللي نعرف هون اشتخدمها. وفي معانا حاجة نسميها الالكتريكال توث براش اللي هي الفرشية الكهربائية. طيب المانوال توث براش برضو هي مش نوع واحد. هي مش نوع واحد. هي انواع كثيرة تختلف وفقا للسايز للديزاين لللينث للهاردنس للأراجم. نحصل صغيرة وكبيرة وسط. نحصل بعضهم مشكلهم مختلفة. زينام غير الثاني. اللي هو ستريت واللي هو متعرق واللي هو آآ طويل شوية واللي هو آآ طرق العرض يعني عرض شوية من غيرها. وحتى البريستلس نفسها شعيرت نفسها نحصلهم مختلفين. اوكي. طيب. وفقا لتوصيات الامريكان دينتل اسوشيشيشن الاي دي اي اي اللي هي الانظمة الامريكية طبع اسنان. فان البراش يفضل انه تكون مقالها مقاسة محددة. لو لاحظتم هنا عدنا لما عمنا الامريكي أي شي لانستخدمون لنها اللي هي دي الانش هما كدة الامريكان. يحاول يتميزوا بأي شي. العالم كلهم يستخدمون سنتيمتر والمتر. هما يستخدمون البوصة والياردة والحائرة زي كدة. العالم كلهم يستخدمون كيلوغرام وهم واحدهم يستخدمون الريتل. العالم كلهم يحب كرة القدم هما يحبوا كرة القدمة أمريكية حقهم هدا اللي فيها مصرعة فيnap الله هما يحب يحق وهم كده. فهي هذي حقوهم التوصيات. يقول لك ان طول البراش يفضل من انش لانش النص. طبعا الانش اللي هي البوصة نفسها. الانش هو تقريبا اثنين بوينت اربعة سنتي. يعني يتكلم تقريبا انه من اثنين بوينت اربعة لثلاثة سنتي كطول. ومن خمسة ستاعش اكثر من ربع انش بشوية. يعني تقريبا سبعة ملي لحد ثلاثة اثمانة الانش اه كعرض. يعني تقريبا اربعة ملي من سبعة اربعة ملي كطول اه كعرض يعني. ويكون فيها من اثنين الاربعة روز وكلي اه رو في خمسة الاثناشر تافت. طيب يا دكتور انت الان جبتلي ثلاثة مصطلحات غريبة عجيبة. قلت اه قلت رو وقلت بريستل وقلت تافت. ايش هذة الثلاثة? الرو اللي هو الصف بالكامل. انت لما تقيتشوف بالفرشة قدامك ايه لحت معناها رو صف. تقي تشوفها في صفوف. الفرشة كلها اربعة صفوف او خمسة صفوف او ثلاثة صفوف. هذي الصفوف نسميها الرو. اللي تشوفها الان في الصور قدامكم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هذي الروات. يعني هذا كله على بعض الستاني الرو. كل واحدة منهم هذي تسمى طفت. الحزم كل حزمة من. يعني هذا الرو اللي تشوفوا الفرشة قدامكم ستة حزم هذي كل واحدة منهم نسميها الطفت اللي هي حزمة. اذا الرو هو الصف والتفة الحزمة والبريستيل الشعره كل شعره في الحزمه. يعني الحزمة الواحدة فيها عشرين شعره اخمسون شعره. اذا البرستيل هي الشعيرات. التفة الحزم. والرو اللي هو ايش? اللي هو الصف بالكامل. هذا تقسيمه التقسيمات الاولة بالنسبة للحجم والحجم والطول والمقوينة. فيه كمان المفعلة فيه معاندن اللي كانت اللي كانت كثير موجودة و آآ اللي هي الناشر البريستل وفي النيلون بريستل النيلون نعرفها كلنا اللي موجودة في كل ال آآ الصغيريات والمحلات وال الناشرال هي يعني آآ يقول لك مش عارو الحصار مش عارف من مش عارو مش عارف ممكن نشبهها لكم بها شفتهم اللي هي الفرشات الحلاقة هذه اللي هي اللي يعمروا فيها الصابون كانوا زمان عباءنا يستخدموها يملوكها صابون فيها زي هذيك هذيك طبعاً أنا نادر جداً مع اللاقهاش تقريباً. طبعاً بالنسبة للاثنين تقريباً يقول لك إنه الخصائص التنظيف فيها متشابهة تقريباً. الثاني مرضيات. لكن النايلون يتميز إنه يعني يتحمل أكثر ما يتكسرش زي ولا يعمل ترومة. طبعاً يتكسر. وبادروا يعمل ترومة. آآ كمان حتى مطيرة الماء أو حكاية إنه كيف يقضف الماء ويحرك الماء بطريقة أفضل. لكن ما فيش الفرقة كبيرة هذا. في معانا حتى البريستل نفسها الشعر نفسها من فوق. أنت لقال لوقيت عدسة مكبرة أو شفت للشعر من فوق البريستل نفسها. ممكن تحصل رأسها راود أو رأسها حاد. كت اند. فلات كت. بحصل من فوق النمك زي المقطوع. فهذا الثين موجودات طبعاً لما قلنا شوف من أفضل طبعاً الراوندد تكون أفضل يعني سيفر آمن على لثة أكثر وعلى أسنان. آآ في معانا طبعاً في معانا الصوفت وفي معانا هارد وفي معانا أيش ميديم. آآ في كل واحدة لها ميزات وكل واحدة لها أيوب. آآ طبعاً لما تي من زمان كانتنا حتى لما يقول العيادة وكاننا نقول لهم إذا كانت لثة لك طبيعية فاستخدم الميديم. الميديم كويسة. وإذا كانت لثة لك طبعاً في استخدام الصوفت أما الهارد للأمانة أنا للآن أنا مش عارف ليش أصلاً صنعات. يعني لما تشوفها هارد هارد تروماتيك تعمل أبريجن في الأسنان تعمل ألسريشن ودسيجن في اللثة. فما عناش عارف حتى أنا كنت في الثلاثة أقول له طلابي إنها صنعات علشان ننظف التشيو سايد للدينشر. واحد من الزملاء في الكراون بريج قال لي حتى هذا ما ينفعش لأنه حتى هي تخدش لك التشيو سايد. فما عناش عارف أناش يصنعوها يمكن نمبتعد عدود الخدمات الأكثر. فالسوفت براش السوفت براش كويسة تنظف السالكس بشكل كويس بشكل أفضل ما تخش لداخل بس الحقة السوبرفيشيال. لكن مشكلتها إنها عمرها قصير يعني خلال فترة تكسر وكمان ما تقدرش تشيل لو في معيك بلاك قد له فترة متقمعة ثالثة أربع أيام ما تقدرش تشيله بشكل كويس. الهارد كويسة من حيث أنها تنظف طبعاً نحن نتكلم عن الميديا من الهارد الهارد ما مش داعي لها. لكن تنظف كويس لكن إيش تعور تروماتيك تعمل لي أبريجن إروجن فحالياً اللي هو توصيات من نظمة هذه تقول إنه الآن أصبح لو سوفت أفضل يعني حتى الآن أصبحت السوفت من زي زمان بدأت شركة تحسن من الخدمات بدأت تخليها طولها أمرها أطوال هذه الأشياء كلها. إذن أنا شايف إنه الخيار الأول حالياً هو السوفت وإذا كانت الأمور يقول لك المرد مش مقتنع ممكن تدخله على الهارد لأنه في ناس مش الهارد العفو والميديا لأنه في ناس ما يقتنع لكش بحكاية السوفت هذي. لكن الهارد ممنوع تماماً فبالشكل عام يقول لك الفرشاة اللي تكون short hidden straight cut اللي إيش معها straight cut يعني الشعيرات كلها متساوية منتظمة على قصة واحدة مش هذي اللي يعمل لك هي الإعلانات والمتعريات وتدخل بين أسنان كله فاضي كله 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 دعاية بالعكس هي traumatic لأنه في شعيرات تضغط على في مكان الطويلة والشعار القصير متوصش أصلاً فكلام فاضي الفرشاة الصحية هي الفرشاة straight cut المتساوية يكون طبعاً حقها الشعيرات round ended آآ زي ما قلنا soft medium nylon آآ يكون من خلفة الاربعه روات من التفتس هذي اللي هي الفرشاة اللي تتوصي بها اللي هي منظمة الصحة العالمية مش مرة آآ اللي هي منظمة الطبرستان أمريكي طيب في معانا general considerations في كده يعني اعتبارات عامة لازم ناخدها في حسابنا لما تكلم على الفرش أول حاقة زي ما قلنا الأفضل نستخدمها soft medium نبتعد على الهارد آآ نستخدم معاه anti-curse fluoride toothpaste حلو جداً يعني من ببنى نعمل القاية من الكيريز آآ نحافظ لما ناجي نشتري نمسك الفرشاة نحاول نحافظ على زاوية 45 يعني لما يحطها محطاش vertical على الأسناع لانها تكون اكثر وبنفس الوقت ما ندخليش في منطقة الصالكس فلحاول نخليها بزاوية 45 امانيلا شوية او نص ميل تقريباً علشان تدخل زي ما قلنا وبعدين في طرق كثيرة بنتكلم عليها وتكلمنا عليها في محطات لكن آآ بمبدئياً نتحرك بcircular motion عشان نشيل الأسناع كلها او vertical او اي من الطرق اللي تكلمنا عليها آآ طبعاً لازم نعملها بيون دايريكشن يعني انت لان ما تريد تحط الفرشا لحط لما تعملها مثلاً بتقعها واحد مش زي باع كأنك تقنص شيء تبعد الأوساخ من تقعها آخر لكنه ما يريد نروح نرقع رايح رايح عدك رايحة رايحة من تحت لا فوق ومن فوق ولا تحت يعني في نفس الوقت فهذا اللي بتوديه بترجعه وبنفس الوقت بتضرب اللثة وتكون traumatic آآ في lingual surface anterior teeth ما ندخلهاش horizontal ما بتجيش معاك نقلب الفرشا بشكل عمودي وبندل ننظف بشكل عمودي آآ المكان الوحيد اللي بننظف فيه بطريقة horizontal او the describing motion هي المنطقة اللي ايش هال showing surface اللي بنأكل عليه هذي بعد ما تخلص كل البكال وال lingual surfaces فبتجيب الفرشا بعدين بشكل آآ بتمشي عليه بشكل horizontal وتنظف بscraming moving آآ هال كده خلصنا يا دكتور لا لا خلصناك باقي ايش باقي يا دكتور ما نخلص كل الأسنان خلصت البكال خلصت lingual خلصت اللي اكلوزا لا بقى قدامك عضو مهم جدا شيء مهم جدا وناس كثير ما يرعب يرشش من منطقة هذي ومن من منطقة تعمل مشاكل بالذات في فين يا دكتور اللي هو التانك اوكي التانك برضو من الأشياء اللي برضو لازم ننظفها باقل شيء مرة واحدة في اليوم تطلع لسانك لبرة وتبدا تجيب الفرشا من الخلف للأمان بمساحات متوازية لما تغطر لسان كامل التانك منطقة شعيرات اللي هو البابلة ومنطقة يتجمع كله داخله يعمل لك ريحة يعمل لك تانك فهذه لازم ننظفه بشكل كويس طبعا لازم يمشي بشكل ايش تتذكروا في محاضرة سابقة كلمت عن عند لما البنات كانوا ينقلوا الماء عبر الحمار هذا فازيب عطمهم كيف يحفظ الطريق نفس الكلام يدك نفس الطريقة الكلام لازم تعود المريض انه يمشي بطريقة محددة ايا كانت ما كيش مشكلة يمكن يبدو باللي فوق كامل بعدين يلقع اللي تحت ويمكن يبدو بالفيشيل وبعدين يلقع للينجوال ويمكن يبدو باليمين وبعدين يلقع الشمال عادي ما كيش فرق اهم شيء انه يمشي بطريقة معينة لانه يده بعدين تعود على الطريقة هذي في ناس يتفتكروا انهم ما يدخل للفرشاة يدخل للحمام وعمل كده بس شغلت كده مغالطة يضحك على نفسه عشر ثواني عشرين ثانية 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 وروح لا غلط انت لازم على الأقل تأخذ من دقيقتين إلى ثلاث دقائق يومياً أقل حاجة في التنظيف لعشان تغطي كل المناطق انت تتكلم عن 12 كوادرانت يعني انت 12 كوادرانت ايو 16 كوادرانت 16 كوادرانت 16 كوادران ليش 16 كتور؟ انت عندك أبر رايت وابر ليفت ولوار رايت وابر ليفت تمام؟ طيب احنا سكستنت عفو سكستنت احنا معانا 16 سكستنت يعني كيف يعني انا قسمها على ثلاث يعني احنا معانا فوق مثلا البسترية التي ثلاث ثلث الوسط ثلث من الكنين الكنين البعدين من الثلاث ثلاث ثلاث فوق ومن البكال وثلاث ثلاث من اللينجوال ستة وباللوار تحت ستة زيقهم 12 وبرضو معاك احنا نتكلم على كام؟ على الكلوزل في أربع جهات اذا 16 اذا زي ما ألطركم معانا 16 منطقة بننظفة طيب اذا 16 منطقة اخذنا في كل واحدة من الان خمس ثواني يعني هذا انت لو تتسابق الزمن والله ينفض مش أقل من عش ثواني في كل مكان اذا عش ثواني عش ثواني في 16 منطقة 26 ثانية تقريبا اكثر من خمس دقائق لكن قلنا خمس ثواني في 16 ثمانين يعني نتكلم احنا تقريبا في دقيقتين في يعني المفروض مش أقل من دقيقتين هذا لو انت مستعقل طبعا ما نعملش براشينج تو هارد لانه هذه المشكلة فاحيانا انت مشكلة تكون يائما من طريقة استخدام الفرشاة اللي هي تكون هيا نفسها هاد احيانا تستخدم الفرشاة ميديا لكن طريقتك هي اللي هارد في ناس انا مرة قلت اسمعوا واحد كانت قادسة انا هو معه الزميل في فندق فبعدين اسمع خرق يغسر اسنانه فاسمع من خارج الصوت جابري قشعري ذا غش 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 خركت خير ان شاء الله شفي قلت اللي انت مش تنظيف اسنانك انت انت انتقن من اسنانك كده تنتقن من لثتك يعني الشغلة مش كده ما يعني انت الان بالطريقة هذه بدل ما تنفع نفسك تضر نفسك في بعض الناس يدخلوا دا يعني كأنهم ايش داخلين ينتقنوا من لثة اللثة ها انت التهبتي انت طلعت دا من عبريك الان يلا يا شغل الشغل فمش كده دازم تنقن طريقة برضه مش هارة عشان ما تعملش ما ينقلبش الشغل الى اثر عكسي طيب في ناس يشتروا الفرشاة وقلت قل خلاص عشرة عمر عشرة عمر اصحاب والله ما ابيعها قلبها علاقة زواجه والفرشاة قلت لسه بس بالشهور وبالسنوات وباللا الفرشاة المفروض عمرها من ثلاثة ستة اشهر هي لو صرف ثلاثة اشهر كفاية لو مدينة ستة اشهر كفاية اول مدى حتى الاول مدى بتشوف الشغلات يبدأوا يحصل لها باورن اوت كده يبدأوا ينتعطفوا يبدأوا ينحنوا غيرها على طول احيانا تشوف الفرشاة تكون مصنوعة كويسة تكون تشوفها ما حصل لهاش اي مشكلة كبيرة واضحة لكن المشكلة مش هنا المشكلة انه الشغل في نفسها البريستلس راسها هي لتكسلت فلازم تتغير باستمرار اه في بعض الناس يقول لك يا دكتور انا ما نظفش ليش ما نظفش لانه يا دكتور انا لما نظف الدم يطلع يا ساتر يا ساتر ستور يا ساتر ستور يعني وانت هذي الدرجة حساس ورقيق خلاص يعني خلاص انت بتروح عندنا بذات حداني ياما بتقع مشكلة انت وصاحب اللي بقع لك القاد ويقع ضرب الضرب بينكم وخرج الدم وتخرج واللي يطعن الثاني وتخرج الالتار لترات من الدم عادي لكن شوية الدم البسيطة اللي يخلو من يضرك فما مش مشكلة انت لازم تفهم المريض تقول له انه في العادة عادي في الطبيعي في اول اسبوع اسبوعين بيطلع دم طبيعي جدا وهذا شيء طبيعي ومش كثير كمية قليلة جدا اقل ما توقع يعني اقل من حتى يمكن على مدى اسبوعين ما يطلع لكش حتى كمية ابرة واحدة من اللي سحبوها منك للفحص وغيرها فما فيش مشكلة ما يقلقش من الكلام هذا ولازم تقول له احنا دائما نقول لهم المريض العربي زي العربي بشكل خاص واليمني بشكل العربي بشكل عام واليمني بشكل خاص عنده لما تقول له الحاجة قم ما تحصل فانت ساحر انت موهوب انت انت سيطر قصر زمانك يعني بتقول له بيطلع دم ما فيش مشكلة كن يشوف الدم هو يستمتع يستمتع لانه الدكتور ما شاء الله شاطر وقال لي بيطلع الد لما ما يتقول لوش يا ايمن دكتور اذا فهم يا ايمن عندي مشكلة كبيرة ما ينظفش تمام فتقول له ان ما ماش مشكلة زي ما هحين شايفين في الصور الامامكم الان اسطح الخلفية زي ما احنا شايفين. ازاوية خمسة وربعين الفرشاة شوف الصور التحت يمين ها لي تحت اللي هي الفرشاة الزرقة. ازاوية خمسة وربعين كيف حتى الشعيرة تدخول لداخل السلكاس اه الاسطح الداخلية شايفين كيف السور اللي هي ملにITT نرجع على الفرشاة عمودية لانه بالالآ لما تكن ا بالوضع العادي ما تقدرش تنظف هذا الأسطح. طيب هذي الفرشة اللي هي زي ما قرنا اللي هي ايش اللي هي المانوال في معانا الاتوماتيك او الالكترونيك. هذي طبعا طريقة كويسة safe effective للناس كثير. آآ بس في سؤال كان في ناس كثير يفتكروا انه هذن هذي الفراش هي تعتبر افضل من الفرشة العادية في التنظيف. آآ قرينا باي بارس دورنا في باي بارس وقدنا انه اغلب بالبرس نتكلم انهم تقريبا نفس الافكتفنس. ما فيش فرق بينهم كبير. آآ الشخص اللي قادر يستخدم بالفرشة الطبيعية. نفس الطريقة تقريبا نفس. لم تقود في فروق واضح صحيح بين الاثنين. فهي متقدمش متقدمش حاجة واضحة يعني بالشخص العادي. لكن هي مفيدة جدا عند الناس اللي عندهم مشكلة. عندهم مشكلة في التنظيف. ما يقدرش تختم التنظيف. مثلا عندهم مشاكل في الفرايتس مش قادر حركته. عنده يقدر له قلطة. آآ عنده مشاكل في العضلات. وهن كبار في السن. ناس في المستشفى عندهم حوادث عندهم. فهذه يمكن آآ اما اذا قادر حركة يدوها مثلا بصعوبة او احد يعني يستخدمها له. او الناس اللي هم الاطفال اللي هم اذا والاحتياجات الخاصة برضو. فهي بتكون معاهم مفيدة جدا. او معظم الناس اللي اشي يعمل لهم بريستيج كده قدام. بنات اللي اشي يعملوا بريستيج قدام زي بصاحباتهم. تكون عندها في الصالة ما هي تدخلها بفرشة الالكترونية تدلع قدامها. ممكن ماشي الحال. لكن بالنسبة للآآ كيفكتيفنس بالشخص العادي. ما فيش الفرق الكبير. طيب كتوث بيست ينفع ان انا استخدم فرشية من غير التوث بيست؟ لا طبعا ليش؟ لان التوث بيست هادي زي الصابون. زي الصابون اللي انت تعيش تعمل انزلاقية وتحرك وتحرك البقايا وتعمل زي الصابون اللي يستخدم في الترطيب والتنظيف والاشياء زي كده. آآ فرشة من غير زي كأنك تحلق وجهك من غير معقول حلاقة. صد ناس كثير يعملوها لكن يعوروا وجوهم وقروح وغيرها. فهذه هي الغرض الرئيسي منه زي ما قلنا انه يساعد في التنظيف برضو الآن في الموات العلاقي اللي موجودة في كل فرشات تساعد مثلا لو بعضهم يحطو لك في آآ مبيضات تساعد على آآ بعضهم يحطو فيها آآ شاشية للرايح السيئة بعضهم يحطو في آآ آآ الحساسية فهذه كلها تساعد على التنظيف اكثر. آآ طبعا في معانا نوعين بتكلم عليهم بعض شوية. آآ 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 أغلب التوث بيست حاليا في معاهم في الرايد يعني بالقرب ما فيش التوث بيست مغرب في الرايد لانه معدلوا على الواقعية تساعد انه تساعد تقلل التسوس. لكن تأثيرها مش قوي جدا في حكاية البرندل ديسيز. لو تأثير بتكلم عليه بعد شوية. لكن اساسا هي تستخدم ضد الديكاي والحساسية. آآ آآ طبعا كل المعاقين تقريبا تحتوي على زي ما قلنا على مادة فاللي هي مادة كاشطة وتفرق من مكان لمكان من آآ من معقون ومعقون. يفضل ما تخش كثبة كبيرة جدا لانه حتى لو بيضت بشكل كويس. لكن آآ بتقي ممكن تفترة تعمل لنا تشيل لنا كيكوس كبير من انه من الاستمنتهم وتعمل لحساسية تعمل لسهيبر سين سيفتي. فآآ وبالذات لو كواحد برضو يستخدم آآ التوث بلاشين بتقريبا. في معانا معاقين برضو خاصة بالكالكولوس يعني هذي مش تشيل الكالكولوس اللي موجود. الكالكولوس موجود ما حد يشيله غير السكيلينج. لكن هذي آآ من المواد آآ موجودة في آآ آآ في التركيبة هاي يعني آآ آآ ميزتها انها تمنع آآ أو تقلل تقلل آآ 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 كالنسبة تكمل الكالكولوس مثلا لو هو آآ يتكون مثلا لو حط انه يتكون بشكل كبير خلال آآ ثلاثة عشهر ممكن ياخر ست عشهر أو سنعة حاجة زي كده. فآآ آآ آآ بالاضافة الى انه ما يأثرش يعني بشكل خالص بالآآ بالنسبة للآآ آآ آآ للآآ آآ آآ الزي مقالنا في معانا معاقين آآ تحسن بردونتال كونديشن معانا معاقين آآ تعمل طبيعي معاقين للرايحة آآ بشكل عام احنا المعاقين هم نوعين رئيسيين نعتبرهم آآ النوع الاول اللي نسميها اللي هو الكومورشيال معاقين العادية اللي تقالية نحصلها في الدكاكيين في المحلات آآ آآ والثانية المعاقلة اللي هي الثرابيوتك اللي بتلاقي زي ما قلنا في كل واحد منهم آآ في معقون أو في مادة علاجية مثلا زي ما قلنا بعضهم كروكسيدين بعضهم نحصل في بهم سرونشن كورورايد الحساسية آآ حاجة زي كده فهذا نسميها معاقين علاجية آآ طبعا زي ما تكلمنا قبل شوية لما قلنا في البداية قلنا انه آآ التوت برش بتنشيل لنا كثير البلاك والبقايا والديبريس اللي موجودة بس في الأسطح الأمامية والخلفية في الانتر البلوكزيمن بين الأسنان صعب انك تلاقي تدخلها داخل فلازم اي واحد يكون معتمد على حكاية انه يستخدم ايش يستخدم الاشياء الانتر دينتل الانتر دينتل آآ ايدز الطرق المساعدة اللي هي تنظيف ما بين الأسنان في كثيرة نبدأ من حكاية الفلوس اللي هو الانتر دينتل الفلوس اللي هو الخيوط ما بين الأسنان وفي معانا حاجة ثانية بتكلم عليها اللي هي الانتر دينتل براش التوثبكس حاجة كثيرة بتكلم عليها اذا الفلوس او الخيوط الصينية طبعا من العشياء المهمة جدا عشان نشيل الانتر دينتل بلاك اللي موجود في ما بين الأسنان لكن لازم نفرق ما بين حاجة كثيرة يعني مش اي مريض بينفعو هذا ولا اي مريض بينفعو انتر دينتل براش لازم تعرف متل تستخدم هذا الفلوس ومتل تستخدم انتر دينتل براش ومتل تستخدم انتر دينتل براش وغيرها عادة لما تكون انتر دينتل بابيلا نورمل ما فيش فيها حاجة ما فيش فيها رسجان فهذا كويس جدا ينظف بشكل كويس جدا لكن لو قد بدأ يتكون معي فراغ بين الأسنان انتر دينتل بابيلا تنزل فهذا ما عاد بينفعش بشكل كبير فلازم ندخل في حاجة ثانية اذا هذا يستخدم عند الناس اللي عندهم نورمل انتر دينتل بابيلا كيف يا دكتور نستخدمه طبعا احنا بدايا نبدأ ناخد طول كويس ثمانتعشر انش اللي هو تقريبا ثلاثين سنتي نقطع من هذه القطعة طبعا لو تشراكستوا منه في عندنا القطعة الحديدية هذه اللي هي تحت الدار الزرقاء في الصورة اللي في فوقها هذه هذه انت تيجي لعندها و بعدما تقص ثلاثين سنتي او تشد ثلاثين سنتي تقصوا هناك اه في ناس كثير لما يجوا استخدموا العافوا في ناس كثير لما يجوا استخدموا يلفوا حول الابهاء السباب والسبابة وبعدين يبدأ يشتغل هي مش غلط الطريقة لكن هي فيه طريقة احسن الطريقة الصريحة انك متلفوش على السباب والسبابة على المتلفوش على الميدل فنجر هنا والميدل فنجر هنا الأطول الأصبع وبعدين بعدما ترفهم السبابة والإبهام الاثنين يمسكوا الخيط ويتحكموا فيهم براحتهم لكن لما تلفوا على السبابة كنت يتحرك هو عندنا قلب يضحس ينزلق من السبابة فيروح عليك لكن تلفوا حوله الوسطى والوسطى وبعدين بالسبابتين بالسبابة والوسطى والإبهام من كل جهة تستيطر عليك لازم تدخل بين كل سن وسن زي ما احنا شايفين في السطورة اللي تحت هذه لازم تكون تطلع على فوق وتنزل تطلع على فوق وتنزل لحيث تنظف لازم كمان تدخل لحد السركز وتعمل تلف الخيط كيهنا حرف سي على السن نفسه بحيث انه يدخل السركز وبعدين تطلع تسحب أي حاجة تحت حتى تحت تسحب بتخلص السن هذا تدخل على اللي وراه تدخل على اللي وراه أحيانا تجيس تتحصل السن فممكن أنه تتحول يدخل لما تجي تطلع ينقطع فزي هذا خلاص أنت بقى متخلص فكه من جهة واسحبه وارجع لفه من جديد وعلى هذا الكلام شايفين الخطوات اللي أمامنا الآن شوفوا واحد كيف بدأ لفه على الوسطى والوسطى وبعدين الكنترول زي ما احنا شايفين أخواتين باركم كيف الكنترول يعني السباب والوسطى من الجهتين السباب والأبن من الجهتين هم ليمسكوا وبعدين يتحرك بين الأسنان شايفين كيف لفه على السن في الصورة الأربعة زي ما قلنا يعمله زي حرفة سي عشان يدخل للسالكاس وينظف تحته تماما حتى تحت مستوى اللثات يقول لك لكن صعبة شوية يعني أنت لو قدرت لو ربي رازقك فم كبير شوية ممكن تصلي وارد ثاني بولار ما لم في أداة ثانية بتكلم عليها بعد شوية طبعا بعد ما نخلص خلاص نروح ننام لا ما عملت أنت ما عملتش حاجة أنت كل اللي عملتوا لأنك خرجت من ده بين الأسنان لخارج الأسنان لفوق الأسنان بتلاقوها خرجت لجن بكال سيرفس فلازم بعد ما تخلص تعمل فيجر آآ رينسنج لجن لازم تتموم بشكل قوي جدا عشان تبقى تعمل تعمل كل البلاك اللي خلق طلعته تبعدهم هناك آآ طبعا نفس الكلام اللي موجود في البراشنج موجود هنا ما تتفاجأش وتعمل نفسك عبد الحساس أول ما تشوف الآآ شوية الدم يطلع طبيعي آآ لازم تفهم المريض تقول له أن في أول أسبوع أسبوعين بيطلع دم لكن بعد ما نستمن في تنظيف بتختفي الأمور على الأقل على الأقل على الأقل لازم نستخدم الفلوس مرة واحدة في اليوم طيب آآ 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 الآآ آآ 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 الآآ آآ الآآ آآ 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 pronounce الثانية ليستخدمها في معانا حاجة مهمة جدا نسميها الانتر دينتال براش اللي هي الفرشاة اللي هي ما بين الأسنان نستخدمها زي ما انتم شايفين أمامكم في منها اكثر من مقاس. يعني نلاقي منها صغير واكبر واكبر. في شركات تسميها مايكرو ميني سمول آآ ميديام لارج ولي لارج. وفي شركات تسميها بالالقام مثلا بوينت اربعة بوينت ستة بوينت ثمانية بوينت عشرة بوينت ثناعش. او واحد بوينت اثنين. اللي هو آآ من اللي بوينت اثنين. فبتلاقوا منها مقاسات. طبعا لازم نختار المقاس الصحيح. الذي كان كل ما كان صغير كل ما استخدر مقاس صغر ما ينفعش نستخدم موحيلة زي البنفسقية هذي في فراغ صغير بتخرج لنا الدنيا تماما. طبعا هذي نستخدمها زي ما قلنا في لما يكون عندي في ممكن نستخدمها برضو بالتنظيف تحت البونتكس تحت التقويم جهاز التقويم هذا حتى ناس كثير سموا فرشاة التقويم فتساعدنا جدا. اه طبعا ممكن برضو في داخل البوكت احطها داخل مثلا جيل اكساديل او اي جيل. وداخلها داخل البوكت على اساس اه تدخل لداخل حص يعني الاقي اكسز للمكان هذا. اه طبعا تدخلها انت زي المنخاخ. تدخلها زي التوثباكس بس قبلها تبليلها شويا تكون ناشفة بالماء. او تدخلها داخل الجيل زي ما قلناها او اي علاج. وبعد داخلها اربع حمس مرات تروح تطلع تدخل ترقع ترقع ترقع. ولا حد تنظف المكان تمر على كل الفراغات اللي موجودة. اخر شي تغسلها. اه بالماء طبعا. وممكن تستخدمها الواحدة ممكن تقسمعك اسبوع وعشر ايام. لحد ما تشوف الشعر هذا بدأ ينثني ويروح. فخلاص تغير فرشة ثانية. يعني برنافس الكلام هي ممكن اقل شي من مرة الى مرة يوميا. يعني لو ما فيش ما فيش مرة واحدة على الاقل في اليوم يستخدمها الشخص. زي ما احنا شايفين في الصورة اللي هنا شايفين بين اسنان. اه شايفين كيف الان حتى في التقويم. يعني انا في فرشة التقويم بنظف الاسطوح الخارجية لكن في الزوايا هذه من القوانب من فوق هذه تشتغل احسن شي. طيب. في حاجة نسميها السينجل تافتد. السينجل تافتد هذه زي ما اسمها. ايش احنا تكلمنا في البداية. قلنا انه تافت يعني ايش حزمة واحدة. هذه في حزمة واحدة فقط مطروحة على اقام محطوطة كده فوق في الفرشة. هذه اه برضو هي قريبة جدا في استخدامتها من اللي هي الانتردينتة اللي شفناها قبل شوية. اه ممكن ننظفها بين الاسنان. ممكن تحت التركيبات. يمكن احط فيها علاج. لكن الاستخدام اللي هي مميز لها ولو اكثر مكان اللي هي خلف الاخر مولر. زي ما قلنا ممكن المكان الوحيد اللي توصله هاد السين بالراحة من غير اي مشاكل. فهي هاد اكثر مكان او افضل مكان تشتغل فيه. اه 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 او نسميه يستسلم اسنان. وهذه كويسة جدا تشبه فكرة التوثبكس. لكن قطعة مطاطية فهي بتدخل داخل الاسنان بنفس المنطقة وتدورها او تحركها بشكل اه دائري. فهذه تنظف من اسنان. اه تريح الشخص هذا اللي ما ارتاح الا الملاخ او التوثبكس. وبنفس الوقت تكون اقل اه تروماتيك منه. طيب. اه اخر شيء هذا الاشياء اللي اه كثير من الناس مدبنيها اللي هي الملاخ او اللي هي التوثبكس. طبعا هذي فضل انه ما تستخدمش الا في الارج عند الاندرا سبيس طالما عندك باب الله ما تدخلهاش افضل. لانه بتشيرها لك. فلما يكون قد في فراغات كبيرة وحنا عندنا في اليمن ياما نلاقي الفراغات هذي بسبب العادة للسيئة زرقات مثلا. لينحشر فيها الاكل كل شيء. فهذه يمكن تستخدمها طبعا للاقيها موجودة ايما من من الخشب او البلاستيك. الخشب زي الصورة اللي فوق هذي. اه اللي هي عبارة عن اه مادة طبعا تستخدمها وترميها. اما هذي اللي البلاستيك زي هذي يمكن اكتب مرة. اه ممكن تجيزي هذي من جهة بلا اه بكس ومن جهة اللي هو الفلوس. فهذي زي ما قدنا ممكن تتطهر تتطهر بكحول او بحاجة زي كده زي كده. وترت يعني وتريد تستخدمها كثم مرة. اه في ناس اما ليحصل لهم الشديد. تمام? او لانه مثلا لهم حالة خاصة زي ما قدنا مرضى في المستشفات او الهنديكاب. ما يشتخدش يستخدم اي شيء من هذي. ففي طريقة نسميها عبارة عن جهاز. الجهاز زي ما انتم شايفون امامكم الان. يستخدم من ضخ. اه زي ما انتم شايفين الان كده زي اه جهاز يكون داخله زي الخزان البسيط خزان صغير. الخزان هذي ممكن تحط فيه ماء. يعني يعني تربس تخدمه كما يعتبر ميكانيكا. نفس فكرة ميكانيكا. ازال للبلاك. او ممكن تحط فيه اه صلاين. تحط فيه كلوركسيدين. تحط فيه اي مادة. وبعدين تعمل. طبعا هذي هي في فيه زرارين. في زرار اسمها نسميها البوركي. هذا اللي هو شغله. وفي الموت كي. الموت كي هذا يخليك تعمل اه تغيير. يا اما يكون البخ مستمر يا اما يكون عشق البلسيز زي الضبضات. فهزي ما قلنا هذي ممكن تخليها على اسنان المريض او اسنان واحد تعبان. وعلى طول هو بننظف بالقوة الضغف في المعطقة بين اسنانه وفي الفوق. صحيح انه ما بيكونش نفس قوة الفرشية لكن على الاقل افضل من اه من انه يكون ما فيش تنظيف اصلا. اه ممكن هذا بالنسبة للرغيشن انا استخدمه في العيادة مثلا مبدئيا حتى انت مثلا ممكن تستخدمه العيادة عشان تضخر شيء لداخل البكت وننظف داخل البكت وننظف بين اسنان. وحتى بالنسبة للعيادة عندنا ممكن حتى الابرة العادية. يعني زي هذي ممكن ابرة عادية تملأها مثلا باي علاق وتحطه داخل البكت. فهنا طبعا اذا استخدمنا ماء عادي فهي تعتبر ميكانيكال لكن لو استخدمناها بمادة علاقية بتحطها في البكت فنعتبرها ميكيميكال اه ميثود مش ميكانيكال او ميكا او كيميكال وميكينيكال مع بعض. اه طبعا زي ما قلنا اذا احنا في العيادة كسبجينجي بالرغيشن ممكن نستخدم زي ما قلنا لاجهيزة اللي اشتاقب شوية اللي هي البرستيجي جيت ممكن نستخدمها احنا عندنا ببلانت نيدل عادية جدا اه زي ما قلنا ممكن هادا الاجهيزة تستخدم اما في العيادة عندنا كوفيس بروسيجر وممكن تستخدم في البيت كهوم بروسيجر. هذا الجهاز زي ما حتم شايفين تكلمنا علي شايفين كيف ممكن يضخ ممكن نستخدمه بين الأسنان ممكن نستخدمه بتحت التقويم تحت التراكيد. هو جهاز مريح جدا. طبعا هي تكاليف مو كلف شوية اعتقد انه تقريبا يقترب من 90 دولار تقريبا ف90 دولار بغضهم مش مبلغ بسيطة. لكن اللي قادر عليه ممكن نشتريه لكم من الأشياء بتساعده جدا. إذن فرشيات أسنان في فهم من الطفل الصغير هذا. انهينا الجزء الأول من محاضرة البلاك كنترول. تكلمنا فيها على مختلف الطرق في الكيميكا بلاك كنترول. إن شاء الله في المحاضرة القادمة بنتكلم على الجزء الثاني. اللي هو الكيميكا بلاك كنترول اللي هي الأشياء الدوائية المضمضات العدوية اللي بنتستخدم فيها برضو في البلاك كنترول. أتمنى أن أكون قدمت الإضافة وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.